تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 154.882 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع وسهم ذلك في الكشف عن 111 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسية مختلفة وجميعها حالات مستقرة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142.143 حالة وأعلنت الوزارة عن شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافية التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموع حالات شفاء 138.291 حالة كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ترجمة نانسي قنقر